السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤال الاخت الفاضلة اللي بتسأل ان هي محافظة القرآن للأطفال وعندها مشكلة ان هي مترجعشي على الرغم ان هي محافظة ومحافظة الأطفال وان هي ختمة للقرآن بشكل جميل كل حاجة وموضوع الحفظ بالنسبة لها مجسر بس مشكلة في المعاجهة في البداية هقول لها ان احنا في حاجة كده في العلوم الطبية لو هي درستها حاجة اسمها الادافتيشن الادافتيشن دي معناها التأخل تأخله دي يعني ايه يعني واحد من كتر متعود على حاجة معادش بيتأثر بيها يعني طبعا ادي حالك مثلا يعني مثال بسيط الدكتور مثلا في مستشفى اوك منه كل يوم بيشوف مثلا حوادث فبعد كده ما حد يكلم وقال له يا دكتور في حادثة تلاقي رد فعله هادي جدا معنشق المشكلة عادي حادثة زي اللي كانت لسه من المستساعة وزي اللي كانت مبارح وأول مبارح الموضوع منزبنه فيش اي مشكلة خالصة المهندس مثلا في موقع من كتر موقع اليوم مثلا في الموقع فباش مهندس حصل شرخ في الجدار فلاني فبرده عادي ما عندش اي مشكلة المقابل بقى الشخص العادي بقى مواحد مثلا مش دكتور ويقاعد وسمع خيصة في الشارع في ايه ده وقال له في حادث ينزل مخدود وجاري وبتاع مش عارف ايه لانه ما بقاش متعود على الموضوع ده ما عندش ادابتيشن للحاجة دي فمشكلة الاستاذة الفاضلة ان هي عشان يومها كله بقى مع القرآن الكريم فمعدش عندها نحية الايه التغير نحية القرآن الكريم بقى تحسن القرآن الكريم ده حاجة عادية من هي بتعملها كل يوم ما عادش بقى الايه النوع المختلف في العلاقة اللي بينها وبين القرآن الكريم عشان كده هي حتى بتتكلم ان معها في البيت اخواتها ربنا يبارك في يوم كلهم ختمين والمراجعة بنسبة لهم سهلة ليه؟ لان هم ما عندهمش حاجة في اليوم غير المراجعة اللي بيعملوها انما هي لان هي محفظة فهي طول يوم اصلا قاعدة بتغير قرآن وتحفز قرآن وتسمع قرآن فهوصلت المرحلة ان ايه بقى موضوع القرآن ده كأنه مادة كده زي الفيزيا زي الكيميا فمعدش فيه التأثر الموجود فما هي بتيجي تراجع بقى الموضوع بقى ايه تقيل عليها اللي هو انا برجع بقى المادة اللي انا بشرحها كل يوم معا شراء هو برجع بقى القرآن اللي هو المكانة الخاصة واللي هو روحانيات ولوكذا لانه بكتر التدريس تحول الموضوع عندها من موضوع روحاني لموضوع بقى ايه شيء مكرر كل يوم شيء روتيني فهي أن الأستاذة الفاضلة محتاجة تعمل إيه؟ محتاجة أن ترجع تغير القرآن من شيء الروتيني إلى شيء في نوم الروحاني طيب الكلام تعمله إزاي؟ تعمله بأن هناك تغيير بين اللي هي بتعمله في الدار وبين الحفظ ومراجعة هذا يحصل إزاي؟ يحصل بطرق كثير يحصل أولها مثلا أن تخليها علاقة مع القرآن الكريم غير بس علاقة بقراءة يعني مثلا يبقى لها علاقة تفسير يعني مثلا تفسير معاين للقرآن الكريم فيبقى هي طول النار أهو عملا تحفظ وتسمع وكل حاجة ولكن النحية الثانية وهي بتحفظ مثلا أو بتراجع هي بقى بتتبقى فهمة الآيات بتتدبرها وكذا ففيه حاجة مختلفة بقى الحفظ بتاعها ده مختلف على الحاجة اللي بتعمله طول اليوم وده اللي إخواتها بيعمله وإخواتها طول اليوم بيعمله حاجة معاينة مثلا اللي شغال مهندس وشغال دكتور ومحاسب وكذا وبعين جوم بيعمله حاجة مختلفة اللي هي قرآن الكريم ده مختلف عن الشغل بتعملها طول اليوم فكذلك هي محتاجة القرآن ده من نسبة لها حاجة مختلفة عن شغلها مايبقاش زي القرآن الكريم اللي هي بتحفظه طول اليوم اللي هو بقى جزء من طبيعة يومها كما عادش فيه حاجة مختلفة فمحتاجة إن هي بقى يبقى فيه حاجة مختلفة عندها مثلا وليكن ربنا الكرام هو خلصت إجازة بالرواية مثلا تاخد إجازة بالرواية تانية وبعدها تتراجع بالرواية التانية يبقى بحيث اللي هي طول اليوم بتسمع بالرواية وبتحفظها بالرواية تانية زي ما قلت مثلا يبقى فيه تفسير يبقى فيه معاني كلمات يبقى فيه أحكام اللي هم لازم يبقى الفعل ده مختلف عن الفعل التاني اللي موجود الحاجة التانية وهي طبعا تقول الحاجة الأولى نحن نتعلم تزرم على أخطار ما نجلبها التانية هي الدعاء طبعا ما فيه شيء بيحصل في القدر في الكون اللي عز وجل إلا بقدر الله فهو ما فيه حد أو حاجة أو أي شيء يخليها تحافظ على الحفظ إلا توفيق ربنا سبحانه تعالى فهي محتاجة بكل ما تستطيع أن تتعيه ربنا سبحانه تعالى تدعي في الأوقات المستحفة في هذه الدعاء بكل الأدعية السابتة عندهم صلى الله وسلم والأدعية في القرآن الكريم وغيره 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 من الأدعية إن ربنا عز وجل يوفقها لهذا الأمر إنه ربنا يجعل القرآن في صدرها وليس على لسانها إن فيه بعض نزب وأقول لحضراتكم مثلا القرآن المسلم عنده أنه بقى مهنة فهتلاقي مثلا والعياد الله تلاقي مثلا واحد محفظ قرآن وأخلاه سيئة لأنه موضوع القرآن ما عادش بالنسبة له رسالة أو معنى هو بقى وظيفة مثلا بقول لحضراتكم فيه مدرس فيزيا ومدرس كيميا ومدرس رياضة وفي واحد مدرس قرآن فهو القرآن ما نزبه له مادة زبائية المواد يعني حتى هفتكر في مرة واحد يعني ربنا يطلعينها وعليه وربي حجرنا كان في الأزهر وكان عنده متحان قرآن حضراتك محتاجة الدعاء محتاجة تغيري القرآن بتاعك الخاص بك بقى اللي انت بتقرأيه وتحفظيه وكذا عن اللي انت بتعمليه في الدار خالص محتاجة يبقى عندك تحديات مختلفة جديدة مع القرآن الكريم قال مجرد مش المراجعة لأ عندك مثلا وليكن مثلا ختمة فيها مثلا معنى الكلمات وحضراتك كنت بتراجعي مثلا بتحاول تحط طريقة مثلا وانا براجع كل ربع وانا برجعه قبل ما برجعه مثلا أعود أقرأ مثلا معنى الكلمات محتاجة طبعا بلا شك اكيد يعني حضراتك محفظة واعلم من الموضوع ده مني انه يبقى فيه مجموعة المجموعة هي بقى فيها تحفيز وما ان حضراتك محفظة فانت مش عندك مشكلة في الحفظ انما عندك مشكلة زيان بقول في الدوافع فعملي مثلا مجموعة مجموعة دي خاصة مثلا خمسة ستة بيعمله شيء مختلف في القرآن الكريم احنا هنتقبل من هاردة مثلا هنعمل روم خاصة بان احنا نشوف أحكام مثلا اللي وردت في شرط البقرة ونتكلم فيها هنعمل روم تانية نشوف السور اللي فيها قصص من قصص الأنبياء والصالحين وكل يوم نجيب قصة وهكذا المهم يبقى فيه إعلقة مع حد موجودة وخاصة بالقرآن الكريم غير الحفظ اللي حضرت بتعمليه كل يوم بقى فيه معاد سابت كده كل يوم وليكن بعد العيشة احنا بنتقبل بنعمل مثلا القصص اللي في القرآن الكريم خلصنا نبتلين نفكر في الآيات اللي بتتكلم عن سرط النبي صلى الله خلصنا نبتلين نشوف الآيات اللي بتتكلم عن أحكام المرأة في الإسلام خلصنا وهكذا فده المطلوب من حضرتك تعمليه وده أيسر طريق هيسهل لحضرتك الموضة ده بشكل كبير جدا الحاجة الرابعة والأخيرة وأنا بعتذر كنت قد أحضرتك أن حضرتك طول ما أنت يعني إخواتك حطهم قدامك هيجيلك نعم الإحباط لما أنت تبقى قاعد مثلا بتحاول يتراجع ربع مش عارفة وفي نفس وقت تقولي أخوك بيراجع خمس أجزاء هيفضل ما هو ده عمل لك أزمة نفسية هيفضل عمل لك إحباط فلازم تحاول تتخلصي من النقطة دي بطريقة كبيرة لأن الشيطان هيفضل يتخل لك من مدخل ده هيحبطك أن أنت مش عارفة تحفظي صفحتين ومقابل أخوك يتراجع 100 صفحة فده هيوصلك بالإحباط فأنت محتاجة أن أنت تشيري خالص خالص إخواتك من قدامك ودايما تحاولي تبص الخطوة تانية يعني أنت بسعا بتراجع في اليوم ربع خليك على الربع ده وبص الواحد بيراجع ربعين في اليوم بقى ده الهدف بتاعي أنا عايز أبقى زي مثلا فلان اللي بيراجع ربعين ربنا كرم من صوت بيراجع ربعين إحباطك أنه يعتبر إن يا المشاولة أماما كرة ده أنا مهم حاولت فين مع hij mechan�ass وبدأ لان ما وصل الص passo من الآن عايز балلة فده بيخليك見 أصلّا نفسيا ما ما بتطلعش الخطوة الثانية لان انت حاسة اني مفيش امل انا مش هوسل اصمرا يعني عارف عليك زي ما يكون ايه راح مشوار مثلا مشوار ده 500 كيلو والعربية بتاعت حاليك مثلا مش كف ايه قوي فمشيتي اول 10 كيلو عادي فيهم ساعتين هجيلك كلما من الاحباط بقى ده انا بقى لي ساعتين في 10 كيلو مال هخلص 500 كيلو دي امتا ده انا مش هخلص بقى انما لو انا ماشي في الطريق ولاقيت عربية جنبي حالتها اسوأ مني وماشي معي فقلت طيب موقع عادي يعني الناس كلها ماشية دبطال العربية اللي جنبي دي ماشية فايه هتحفزني ان انا ماشي انما طول ما انا عمال ابص وانا ماشي على الطريق ابص الاقي عربية بي ام طايرة من جنبي وابص الاقي عربية مارسلز بتيجر وعربية تيوت تراح كل ما ا انا ماشي في عربية بيجيلي احباط اكتر فهيجي في الاخر اول انا مش رحل مش رحل ده بركة والله المثال احلى ده اللي حضرت بتعمله مع اخواتك اخواتك بيراجعوا في اليوم خمس اجزاء وانت مش حارفة تراجعوا ربح فعمل الموضوع ده هيفضل يعملك ازمة العمر كله فانت لازم تنسي خالص خالص اخواتك وتبص على هدف تاني الناس اللي موجودة هنا يعني فيه ناس هنا موجودة مثلا في كلام هاوس في اليوم بالعافية بتحفز الصباح فخليكي مع الناس دي وبقى ده ربنا كرم اتخلصت الهدف ده بص الهدف اعلى شوية اعلى شوية اعلى شوية اعلى شوية لحد ما هتوصلت يوم تحفظ خمس اجزاء في اليوم زي اخواتك بازن الله فحاولي كده ربنا يجسر لك الامر يعني دي بعض النصايح المتواضعة مني يعني وان شاء الله اكيد الاسد زل افضل معنا هيزيد ويفيد في الامر ده وهيكون ده يعني كبداية كده تساعد حضرتك في الامر ده يعني ان شاء الله سلام عليكم